السلام و مرحبا بكم انشاء الناس كلا تكونوا بخير و لا بس رجعت لكم اليوم فيه فيديو جديد و فيروتين جديد اول حاجة ناخذ هنا من وقت ووقتكم نصرف على الحبيب مصطفى علي وظلوا صلاة والسلام كيف ما تشوفوا صباحا هايير بيرد ما نحكي لكم شا الدنيا بيضة بالثلج حصلوا صب ثلج جويد طار يعني من الكياسات يعني قا كان في القمام متاع الجبل كيف ما تشوفوا حبيت نوريكم المنظر حصلوا اما ما زال يعني في اليوم الجاية ان شاء الله توزيدي صب كيف ما وعدتكم في الفيديو سابق ان شاء الله اليوم بش نوريكم الطريقة متاع كيف شنطيب ديكورومي في الفورورتكم ديجيه في الفيديو السابق لنجم ترجوع للفيديو السابق و الى نحطوه لكم في صندوق الوصف نوريكم الطريقة كيفيش آآ حضرت له تاتبيلة و خليتوه فيتات طبيلة هذيك البشي باتوب mantποιاء اليوم ان شاء الله بش نخرجه ما كتات ب إلى هذيكبش ننشفو بالبهي وبش نخلط له التوابل اللي بش ندهن بها بنحطف فالفوري اللي تب بطبيع اول حاجة كيف ما تشوفوا. القيوي هذي كراهي لازمة في الصباح بصراحة ما نجبش عليكم. ما نجبش نعمل حتى شيء إلا ما نشرب قهوة قبل حتى الفطول وقبل كل شيء. نشرب قهوة باش نعدل موخي ونعرف شنوه لازمني وشنوه باش نقضي بالضبط. المهم اللي هنا كيف ما شفتوا اتعديت جبتك الديكورومي هذيك او الدندون نحنا نقوله دندون في دارنا. المهم جبتوا هذيك من الماء استقترتوا بالباهي. وبعد اخذيت البابي كويزين كيف ما تشوفوا. النشف مليح مليح مليح. لما حالة اه نشفت باللي نقدر. اه وبعد حطيتو شوية في الهواء حاصيله. ابقالي مندي شوية. اما من مستحسن انكم تنشفوه على الاخر. باش يقبلكم التاتبيلة اه متاعكم. ويتدهن بالباهي. بالنسبة لي خاطر اه حاولت النشف في المحالة. كما تعرفوا الحجم متاعه كبير. وفي نفس الوقت. كيف ما قلتوكم اه بشي اخذ يعني تقريبا ثلاث سوعة في الفور. معناها لازمني نشفو ونحضر له التاتبيلة متاعه. اه نتبلو ونخلي هي ارتاح تقريبا ثلاثة في وسط التاتبيلة هذيك. ونحطوه تيب. الهنا بالنسبة لي التاتبيلة عندي الهنا اه ماتين وخمسين جرام زبدة زبدة عادية. تنجمو تستعملو الملحة. اه حطيت عليها الملح حطيت عليها الهيل اه مرحي. وحطيت عليها فلفل اكحل مرحي وكروية مرحية. والهناها زنجبيل مرحي. هذو ما بالنسبة اللفاحات لي باش نفوحو بيهم الدندون متاعنا وإلا الديك الرومي متاعنا. بالنسبة للناس اللي تحب التاتبيلة حمرة. تنج وتعملو نفس المكونات وتزيدو فيهم مثلا فلفل مهروش احمر ولا فلفل زينة باش يولي اللون متاعوه احمر. لهناك ما تشوفو بالطريقة هذية نحاول نفصل الجلد على الحم باش نحطو تاتبيلة بين الحم والجلد. خطر تعرفو اكثر بلاسة ناشفة في في الجيج وإلا في اي نوع من انواع الطيور اللي هي بلاسة تصدر هذيك تبدأ ناشو على الاخر. ماذا بينا هذيك نفصلو منها الجلد خطر باش نحطو في وسطها التاتبيلة يعني بين الجلد واللحم. ناخد كيف ما شفتو كنتي تاب باهية ونحطها الهنا بين الجلد واللحم. ونبدأ نحبط فيها كيكا باش تدخل في وسط اكل الحم هذيك. اكل الحم الازدر هذيك متاع الدندون هذيك يتزايت لنا بالباهية يعني. ومبعد البقية متاع اللفحات بالطبيعة نجيل هنا نفرش في البلاتو اللي باش نطيب فيه نفرش فيه بابي كويسون باش نبعد اكل زيوت ولا حاجة مثلا زيت ولا حاجة باش يحبط مكل الديك الرومي ما يحبطنش في وسط البلاتو ويتحرق لنا وتدخل الدنيا بعثها. المهم فرشت الهنا كيف ما شف طبقة باهية متاع بابي اليوم ونبعد بالطبيعة باش نفرش البابي كويسون انا بالنسبة لي يا الله غالب البابي كويسون هذي يلي تسمحوني البابي اليوم اللي شروا هالي كاليتي سفر بصراحة ما ننصحش بها حتى واحد خيبة على الاخر مستنسب كاليتي معاينة اضطريت اني نستعمل هذيك وفي الاخر تصوروا انتم زوزروا لويت ونصف وما كافونيش وعود جبد الرابعة باش نجمت اللف بها الدندون هذيك ونسكر بها لانا كما شفتوا بقيت التطبيل هذيك نتبل بها الدندون ولهنا نجيب ونحطوا في وسطه ترونشات قارس ترونشات اه اه اش اسمه هذيك البردجين تومسون وشوية اه ثوم وبصل احمر كيف ما تشوفو وبالطبيعة باش نحطوا ريجات رند على جناب باشي فوخونا كل الدندون هذيك كيف ما نقولو وبالطبيعة نحنا فوحناه بطبيعة بيتلي لكاملة فتاة بيلا نجيبوا البابي كويسون كيف ما شفتوا ونلفوها كاكا نحاولو ان نلفوها بالباهي انا الهنا باش نوريكم عبارة واحد بشي بشي قمة ط كيف ما شفتوا بشي اللي 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 الل عبتني على اللخر. في اللخر خليتو خليتو هكاكا فاكتت بيلي هذيك تقريبا ساعة من زمان شوفو كيفاش. اللفو نعاود اللفو نعاود ويهي تتفترش في ايدي. المهم في اللخر قلت الراجل يقول تعرش كيفاش. انا مش خليها غاديكا للدندون مش خليه فوق الفقر خام. ما نشبش نطيبو ايه ما تجيني بابياليمنيوم كالي تيباهي. حاصيله مسكينه مضطر يعني كيفاش نقوله نحنا مكرهون اخاكا لبطل. مضطر مش هيجري حاصيله منين مستانسة نشري البابياليمنيوم شريلي رولو. والحمد لله هنا جمت اني اللف بهاك الدندون كيف ما شفته صدقوني تعبني على الاخر. علاش? خطر السبب هي البابياليمنيوم الكاليتي متاعها سفر. من المستحسن انكم تاخذوا البابياليمنيوم تكون صحيحة نقوله نحنا تكون الخامة متاع يعني الكاليتي متاعها والنوعية متاعها تكون نقوله نحنا كاسحة شوي هذيكا راهي تساعدكم. اول حاجة تساعدكم في تطيب الدجاج متاعكم وايلا الدندون متاعكم. في نفس الوقت تلف بالبيهي. لهنا بعد ما لفيت وبعد عناء طويل. وما زالت ما جتنيش الرلوحة حصيله لاخرى. بقيت نستنى فيه كيف ما قلتوكم. لفيت وخليتوا بالطريقة هذيه. باش كتجيني رولو الاخرى. نعاود نلفوا بالبيهي. نقردسوا بالبيهي كما نقوله. ونحطوا في الفور. المرة الاولى لماكسيموم نحل العشرة دقائق من فوقه من اللوطة بالمروحة. باش يسخن فور بالبيهي. وبعد تقريبا خمسة عشر دقيقة هكاكا. ننزل النار على الميتين درجة. ونخليه لمدة ثلاث سواع كاملة اتيب. ولهنا باش نحضر معها صليطة. كيبه تعرفوا. فيها سفنيريا. فيها تماطم. فيها الخيار. وفيها الخص. وفيها زادة الكروم بالأحمر. اللي هو مملح. اول حاجة باش نبدأ بها. نجيبك السفنيريا هذيك بطبيعتها نقشرا ضيفة. نجيبها نفرهمها بالشيرة للخشينة. خاطر نحب السفنيريا تظهر لي في وسط سلطة. ما تفرموهيش يعني بالشيرة الجويدة. شيرة الجويدة هذيك الحقيقة ما نكذبش عليكم ان نستعملها كي نبدأ مثلا السفنيريا باش نستعملها في حشو مثلا باش نذبلها نطيبها نستعملها يعني نفرمها بالشيرة الجويدة. اما الشيرة الخشين هذيك نستعملها كيف ما شفتو اربع كعبات سفنيريا معهم كعبتين تماطم معهم كعبات خيار وكيف ما قلتكم خاص اللي هو اللي توي ولا سلطة نسموها في تونس ومعها زادة الكروم بالاحمر هذيك وليتكم الطريقة متاع التمليح متاع وهذيك السهل بصراحة وينفعكم برشة في انواع سلايت راهوا يصدقوني يسهل عليكم برشة واصلا حتى يبنن السلطة. لانا بعد ما فرمتك السفنيريا هذيك قصيت تماطم ولانا نقص لبصال كيف ما شفتو بالطريقة هذيك يعني قصانع شوائي كيف ما نقولو خطريا بعد باش تتاكل بالفرشي تمنش باش نقصها جويدا باش ياكلوها بالمغارفة ولا حاجة. اللي ناكف ما شفتو زوزرو الصغيرين بصال مش كبار باش ما نكثرش البصال في وسط السلطة كي ما تعرفو ضيوف وماذا به الواحد دي بنقص الحاجات هذي خاصة انك الثوم وبرغم هما يحبوا الثوم والبصال بصراحة ما عادي مثلا كي من طيبو حاجة اخرى مثلا تبدأ شي حياكلوا معها البصال نقشل نحطولهم ما يبدأ اخضر ولا روس ونحطولهم الطرنشات بتاع بصالوا ياكلوا بيه عادي ما عندهمش قلق لانا برش عباد اول اول ما جيت باش نعيش في تركيا حسيلو وبعد ما عرست كل شاي بجاي باش نعيش في تركيا صحابي يقولو لي ارد بالك تاكل اللي بصالوا ارد بالك تاكل الثومر او لا تراك ما يحبوا بالعكس على تراك نشوف فيهم بصراحة في ثقافتهم المطبخية في كوجينتهم يستعملوا برشة البصال والثوق نشوف فيهم في كل شي يستعملوهم اه الهناك ما شفتو نقصك السلطة هذيك باش نزيدها على كل الخيار اللي قصيت وهذاك ونموم بعد ما نكمل نزيد نحطك كيف ما بتلكم الكرمب الاحمر هذيك باش نحطو فوق السلطة ونخليها الاخر لحظة نخلط لها التتبيلة بتاها كيف العادة كي مسلا نستكم انخلط التتبيلة في الشي اسم هكي البارتامين هذيك البلار ده بوزة اللي نحطو فيها المعجون نخزنو فيها المعجون ولا المالح ولا حاجة نخلط فيها كل شي ونخليها مسكرة اول حاجة باش تستحفظ على الريحة والنكهة كاملة ما تخرجش منها يعني ما تخرجش في الهواء نقولو نحنا وفي نفس الوقت تبقى لي مستحفظ عليها واصلطة متعيم يتذبلش صدقوني الطريقة هذي حتى في العراس له وجربوها حتى في مناسبتكم حضروا واصلطة على جنب قصوا واصلطة وحطوها على جنب بتخفوا على رواحكم وحطوا التتبيلة في دبوزة هاك خلطها وحطوها في دبوزة على جنب تساعدكم برشا اول حاجة صلطة متاعكم متعدمش وما تتذبلش وتبقى ديمة افرشكة الهنية كما شفتوا زلت معاها كل كرومب الأحمر هذيك وخلطها ونخليها والهنية نتعدته باش نحضرك التتبيلة الهنية عصرت قارس يعني كعبة كاملة قارس باش نحط معاها الثوب ونحط التابل التابل وكروية مخلط ونحط معاها الفلفل لكحل ونحط الفلفل المهاروش نحط سمكك ونحط الفلفل المهاروش نحاول نزود وهو موزوزة حطيت السمك ونزيده الثوم الثوم هذي كما ننسو شوو الزيت الزيتون هذيكم الاساس في اسلاطة هذية بصراحة التتبيلة هذية ننصحكم تبلو بها اي نوع متعصلاته وخاصة مع المشاوي راه يبنينا على الاخر اللي هنا يبش نزيدو الثوم كيف ما تشوفوه تقريبا ثلاثة سنينات مش برش كيف ما تشوفو بالمغرفة الصغيرة تقريبا ثلاثة سنينات هكاكا اتخلطوهما كالتتبيلة هذي كتو تشوفو الكيفاش اللي هنا نسكر لك الدبوزة متاعي كيف ما تشوفو نسكرها بالباهي كيف ما تلاحظو ونخذك الدبوزة متاعي بش يتخلطك اللفاح هذيك نقولو نحنا متاع صلاطة تتبيلة صلاطة شوفوها كيفاش تخلط كل شي مع بعضو من غير ما نبقوا نخلطو بالمغرفة طبق تخلط بالمغرفة يتعبك الزيت وميدخلش مع المكونات اللي هنا كيف ما شوفو خذتها كل شي حاضر اللي هنا هذي صلاطة حاضرة تتبيلة حاضرة وفقط نستنع بش ننخرجك الدندون هذيك ولا ديك الرومي حاسينو كل واحد كيف يسميه ولهنه خرجتو من الفور كيف ما قلتلكم من المستحسن هو كي تلفو ديك الرومي متاعكم ولا الجيش اك الزيت هذيك الكل ما تخرجتو قادل داخل بما انه تعبني انا كيف ما قلتلكم فاك اللفاتلو لانين خليتو كيف ما هو لفيتو من فوق بش ما ما يزيدش يخرج منو اك الزيت لمحال ابقى فيه اما من المستحسن الزيت هذيك تبقى في وسطو اللي هنا هذي يحليتك اللفة هذيك حاصيله الجماطة متاع البيبي كيف ما نقولو حاصيله واك الجماطة متاع الديك الرومي اللي هنا ديك الرومي متاعي يراه وطاب شوفوه كيف يشفصل العظم على الحم اللي هنا تحمر شوي لمحالة اما بش نزيدو تحميرة خفيفة كيف ما نقولو وبش ندهنو بشوية بركة زبدة من فوق كيف ما ازدر متاعه كيف ما شوفتو تحمر هو كان جاي يعني اركحلي كيف ما نقولو نحنا يتحمر ما شاء الله اه تنجمو رو تحمروا هكاكا وإلا تعملو الوصوص هكا حمرة تدهنو بيع من فوق بش اللي يحب اللون الاحمر هو راهو طايب امور واضحة زدتو اللي هنا شوية زبدة فقط بش ننقولو نحنا نزيدو من فوقو برا وزيد يتحمر شوية وبش نرجعو هو محلول هكا بالطريقة هذيه للفور تقريبا عشرين دقيقة وبعض نخرجو ونوريكم الطاولة هذي اللي هنا الطاولة متاعنا كما شوفتو هذيك السلاطة وهذا يديك الرومي متاعنا صدقوني جاي يتفتفت شوف هناك كيفاش راجلي نحي منه في العظم شوفو كيفاش نحا العظم رجعوا البلاستو وخلى اللحمة قدامو صدقوني جاي بنين على الاخر وجيت لي ما نحكي لكم مش ننصحكم جربوه بالطريقة هذيه بش عجبكم برشا انا لحقيقة مكذبش عليكم شوفت الطريقة عند شيف مشي فان وطبقتها طريقة ومشاء الله ناجحة مية في المية كيف ما شوفتو هذي الفيديو متاعنا باختصار حبيتني شارك معاكم الطريقة متاع طهي اديك الرومي حصيروا بعد ما كملنا تعاشينا المهم شددك المعون كيف ما تشوفو كيف الحاذق لم يتاكل معون هذيك كل عبيتو في الماكينة وبشننظف الرخامة بطبيعه والبريد الفوق معمر لبريد راجلي عمره في نحنا كلا يسموها هما الساما يفاري ساما يفاريك للبريد الكبير هذيك اللي كينو خرجوه البريد نهزوه عمروا الفوق شعلوا النار الفوق في التراس حاصيلو وعمر البريد الفوق حاصيلوه بشي شربوته على راحاتو من هنا انا خذت راحتي في الكوجينة بشننظف الكوجينة وانلم كل شي وننظف كله جاز نعمله مسحة كما تشوفو ونظف الرخامة وبطبيعة بعد بش نطلع بحديهم كيف ما شفتوا حبيت نشاركه معاكم الفيديو متاعنا كيف ما هو على طبيعته وشنو حذرت للضيف محبوش حاجة اخرى لحقيقة منذبش عليكم خاطر العباد اللي هنا ماذا بيهم يبدلوا ماذا بيهم حاجة جديدة واول مرة بش يكلوه الدندون لحقيقة منذبش عليكم هما اول مرة بش يكلوه يعني اللي جوه هما طالبوا هكا محبوش شربة محبوش حتى شي قلولك اديكم الرومي هذيك خاطروا راجلي وعدهم قلولك الدندون هذيك ومعها سليطة يا ربي ولك الحمد كيف ما شفتوا والحمد لله اتعدت سهرية ما نحكي لكمش اه ما شاء الله هو ما ناس طيبين بصراحة وان شاء الله بقدر تربيتا ونشارك معاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله اه خاطر سلفي قريبي روح بش نحذرولو الكاتمير والجوزلما كيما تعرفوا اه العادة نتعالو اليه لنسكم فيها ان شاء الله بقدر تربيتا ونشارك معاكم الفيديو اه استنوا الفيديو الجاي ان شاء الله هذي الفيديو متاع اليوم وهذي وهذي كاروتين اليوم ان شاء الله يا ربي الفيديو عجبكم وان شاء الله استفدتوا منه اه ننصحكم اه تطبقوا الطريقة متاع الديكرومي بشتعجبكم برشا ان شاء الله وخاصة في المناسبات متاعكم ما تنسوش شاجعوني بلايك وكومنتير وما تنسوش تبرتاجوا الفيديو مع الاهل والاحباب اذا عجبكم واستفدتوا منه نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي وصفات جديدة وفي امان الله بوسيقى شكرا